على وقع أزمات ما تلبث أن تهدأ حتى تعود من جديد عادت الاعتصامات إلى بعض ساحات العاصمة اللبنانية بيروت تزامناً مع إضرابات في أكثر من قطاع احتجاجاً على بعض البنود التقشفية في مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 بالرغم من إعلان رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشار الأسمر تعليق الإضراب في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة وفي حين أعلن موظفو مصر في لبنان المركزي مواصلة تعليق إضرابهم بعدما قرر مجلس الوزراء وضع بند الرواتب جانباً قرر العسكريون المتقاعدون التحرك مجدداً رفضاً لأي مساس بتعويضاتهم عبر اعتصامات في محيط السرايا ومجلس النواب ودعوا إلى ما يشبه التعبئة العامة لإسقاط تهديد أمنهم الاجتماعي متراجعين عن تعليق تحركاتهم الميدانية كما أعلنوا تفعيل تحركاتهم بسرعة القصوى للمطالبة بسحب ما وصفوه بالمشاريع المشبوهة نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عادت هي الأخرى إلى الإضراب مجدداً ولوحت بخطوات تصعيدية ابتداء من الاثنين المقبل على ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء كذلك أعلن الإضراب الشامل ليومين في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه على أن تناقش رابطة التعليم الثانوي التحركات التصعيدية المناسبة بدون أي سقف محدد لها وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن رفضه استقبال مشروع الموازنة العامة من الحكومة في حال إبقاء العجز على ما هو عليه مشدداً على أن المطلوب تخفيضه إلى ما دون تسعة بالمئة من الناتج المحلي المجمل تصريحات برجة أتعقب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري أن مواقف الرئاسات الثلاث موحد ومتضامن للمضي قدماً نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف مواجهة الأزمة الحالية من خلال الإصلاحات والتقشف العام على نحو يجنب جميع اللبنانيين تابعات هذه الأزمة